الاخوان والاخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مواصر مع دورة تكويت قالب بلوغر في الترس الماضي انشحنا هذا المحتوى قبل قليل قمت بتعديل رابط المدونة لمتاع التجربية غيرت اللوغو ايضا وضعت هذا المانر بشكل يعني في الهيدر واحد في الهيدر اتنين كنا قد وضعنا هادات HTML و Javascript وضعت فيها كود المانر هذا الكود وضعته هنا ثم ضغطت على save حتى يظهر هذا الاعلان طبعا هذا الاعلان من المفترض ان يظهر الى جانب الروغو لكن بسبب البادنج والمارجنج سنقوم بتعديل ذلك بعد قليل سنفتح تم بإلغاء تأثير البادنج وفقيا حتى لا يؤثر البادنج وفقيا سنقوم بكتابة الكود التالي في CSS سنقوم بتعديل أضفت هنا هذا التعليق general style sheet سأكتب star يعني تحديد الكل ثم أفتح ثم أفتح و أكتب box sizing order box بعد هذه الطريقة البادنج وفقيا وفقيا لا يزيد من الواتس لا يزيد من الواتس إذا داب إذا كان الواتس الداب مئتي بيكسل لو قمت بعمل بدنج left to padding right تبقى مئتي بيكسل لا تزيد سأضيف prefix 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 ثم أضغط على save طبعا لن تحل المشكلة في هذه الصورة لابد من إلغاء margin أيضا سأبدأ هنا سأكتب تعليق آخر header هنا سأكتب تنسيقات header سأضغط على save ثم سأفتح المدولة من بعيد سأضغط على aspect element لأراعين المشكلة ندول header 1 إلى داخل class header لدينا header 1 نأخذ class section سأضغط سأضغط البدنج لن تعدوز كلا class section تأخذ margin من اليمين واليسغر كما ترى كما ترى فقط سنلغي المارشن بالنسبة للسكشن إذن سنلغي المارشن هناك أكثر من class section في الصفحة لذلك سنكتب سأضغط على class header 1 ثم class section و المارجن 0 ثم أضغط على save و المارجن نضغط على نضغط على مفرش هذا الجيد عالونيك مشكلة أخرى سنقوم بإلغاء و المارجن لدينا مرسن يجيطب في الحلقة الأسرطة المباشرة يجيطب المباشرة نقوم بإلغاء مرجن من الأعلى و الأسفل بـ 30 بيكسل نقوم بإلغاء هذا المرجن داخل الهيدر سأكتب من جديد هنا نقوم بإلغاء مرجن من الأول ثم الهيدر ثم الهيدر نقوم بإلغاء مرجن من الأسفل ثم الغط على السير هذا ما أريده الآن سأكتب الكل الخاص سأضع الهيدر نقوم بإلغاء مرجن من الأسفل 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 لـ 50 بيكسل نقوم بإلغاء مرجن من الأسفل نقوم بإلغاء مرجن من الأسفل بقيت مشكلة أخرى والطمع واللغو أخذ أكثر من العزيم سأقوم بتقليل التصوير صحيح سأقوم بتقليل التصوير 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 بطمع هذه الأبعاد بالنسبة للصور هذا البانر 728 على 90 بيكسل واللغو هنا 200 على 90 سأقوم بتقليل التصوير حتى إذا وضع الشخصي عن اللغو أكبر من هذا يجب أن يحتل هذا فقط هذه المساحة سعرة سأبدأ بالهيدر واحد سأقوم بتقليل التصوير بالإيضر بالإيضر سأقوم بتقليل الإيض بالنسبة للبانر سوف نختصر سوف نأخذ هذا الـ ID سوف نضع الـ ID نعم ثم أحدد بالنسبة للهيذر اثنان ويمكن أن أستخدم العذر واحد والعذر اثنان بهذا الشكل سأقل IMG الموجودة داخل Class العذر واحد الموجودة داخل Class هنا سأضع 700 28 بيكسل على 9 بيكسل ثم أضغط على Save هكذا حتى لو وضع الصورة أخرى ستأخذ هذه الأبعاد تلقائيا من الرفريش لن يتغير شيء هكذا المشكلة هنا المشكلة بالنسبة للأدوات هنا هدفة التعديل عندما تضغط عليها تفتح النافدة وتعدل مباشرة على الويدغيت هذه الأدوات تظهر فقط إذا كانت المدونة متابعة لك ولا تظهر للآخرين ولكن يمكن نتخلص منها لشكل ما نتخلص منها لشكل ما المشكلة المشكلة لا أريد أن تضعر في القلب سأخفيها كما اختفت من جميع الولئت سنكتفي بعد القدر بالترس القادم سنقوم بتنسيق الميلي وفي انتظار ذلك دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته